وأدى الارتفاع الهائل لعدد الإصابات بكوفيد-19 في الصين إلى انقسام في مختلف الدول حول العالم على الإجراءات الضرورية لمنع موجة عالمية جديدة للجائحة من جنبها قالت منظمة الصحة العالمية أنها مستعدة لتقديم الدعم بشأن تبادل البيانات بشأن تطورات كورونا في الصين مضيفة أنها تتفهم اتخاذ بعض الدول لقيود جديدة فيما دعت منظمة الصحة العالمية بكين إلى مشاركة البيانات بشأن تطورات فيروس كورونا تسبب الارتفاع الهائل لعدد الإصابات بكوفيد-19 في الصين إلى انقسام في مختلف الدول حول العالم على الإجراءات الضرورية لمنع موجة عالمية جديدة للجائحة الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية عدة أعلنت فرض ضوابط على المسافرين الوافدين من الصين في ظل إجراءات احتياطية اعتبرها رئيس منظمة الصحة العالمية مفهومة بالنظر إلى نقص المعلومات من بكين بعد رفع القيود المفروضة على مكافحة فيروس كورونا وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي من جانبها أعربت عن اعتقادها أن فرض فحوص كوفيد-19 إلزامية على المسافرين القادمين من الصين غير مبررة وقال المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها إنه لا يعتقد أن ارتفاع عدد الإصابات في الصين سيؤثر على الوضع الوبائي في التكتل نظرا للمناعة السكانية الأعلى ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وفي دلالة على الانقسامات في أوروبا حول الاستجابة للوضع الجديد في الصين طالبت ألمانيا مراقبة انتشار متحورات كوفيد-19 في المطارات الأوروبية دون الذهاب إلى حد فرض إجراء اختبارات كورونا أما حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا فقد قررت فرض إلزامية إبراز اختبار سلبي لكوفيد-19 على المسافرين المتجهين إلى دولهم قبل إقلاعهم من الصين منظمة الصحة العالمية من جانبها قالت إنها مستعدة لتقديم الدعم بشأن تبادل البيانات بشأن تطورات كورونا في الصين مضيفة أنها تتفهم اتخاذ بعض الدول لقيود جديدة ورغم التطورات المصاحبة لتفاقم إصابات كورونا بشكل كبير تؤكد السلطات الصينية أن الوضع الوبائي بشكل عام يمكن التنبؤ به وتحت السيطرة موضحة أن أرقام الإصابة تدور نحو 5000 حالة في اليوم لكن المحللين يقولون إن هذه الأرقام الرسمية الصينية منقوصة وقد يكون عدد الحالات اليومية أقرب إلى المليون أما العدد الحقيقي للحالات والوفيات اليومية فغير معروف حيث توقفت السلطات الصينية عن طلب الإبلاغ عن الحالات وغيرت تصنيفات وفيات كوفيد